تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم ورشة عمل حول التعليم الأساسي وكادر المعلم وذلك في إطار مناقشة أهم القضايا التي تهم الشارع المصري والمدرجة ضمن أجندة الحوار الوطني تتناول الورشة عدة محاور منها التحديات التي تواجه التعليم في مصر ومتطلبات تطوير التعليم والمقترحات لحل أزمة تمويل التعليم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة بالإضافة إلى مناقشة سبل سد عجز المعلمين وتأهيلهم ورفع قدراتهم